نجد نتكلم عن مراحل العمليات الأول مرحلة اللي هي الـ Pre-operative Nursing Care أو العناية التمريضية قبل إجراء العملية الجراحية طبعاً البايشنت أو المريض يكون متنوم في قسم الجراحة يعني قسم الجراحة هو اللي حيرسل البايشنت إلى قسم العمليات يعني ممرضة قسم الجراحة سوف تقوم بتسليم هذا المريض إلى ممرضة قسم العمليات طيب المريض عندنا في قسم الجراحة وتقرر له أنه يعمل العملية دور ممرضة قسم الجراحة في تجهيز المريض قبل إجراء العملية رح نتكلم عن دورها أهم الأكتيفتي أو الأنشطة التي تقوم بها من أجل تجهيز المريض للقيام بالعملية كل طبعاً معظم الأمور التي تقوم بها ممرضة قسم الجراحة إنها تهيئ المريض لمرحلة ما بعد العمليات يعني أول ما يدخل البايشنت مرحلة ما بعد العمليات أو الـ Post-operative يكون عارف هو إيش يعمل إيش التمارين اللي يعملها حتى ما يصير له مضاعفات كيف يقوم بالاهتمام بنفسه بناءًا على التعليمات التي أعضيت له خلال مرحلة الـ Pre-operative period أول مرحلة أول نقطة تعملها مورضة الجراحة إنها تأخذ الـ Health History أو التاريخ الصحي من المريض طبعاً يتكون من عدة أمور أولاً Medical History أو الأمراض السابقة والحالية لدى المريض لأنه مهم نعرف الأمراض السابقة والحالية لأنه كلها ممكن تؤثر على المريض أثناء القيام بالعملية لنفترض عنده أمراض في الدم عنده أمراض في الجهاز التنفسي أكيد رح تأثر لي على ممكن يصير له نزيف ممكن يصير له مضاعفات في التخدير لو كان عنده مشكلة في الجهاز التنفسي فمهم أن يكون عندي علم به الأمراض أيضاً Medication أو الأدوية التي يستخدمها المريض حالياً هل المريض يستخدم أدوية مسيلة للدم؟ فكذا أوقفها قبل العملية هل يستخدم أدوية معينة لأي مرض كان؟ ممكن تؤثر لي على الpatient فكلها لازم أعرفها Previous Surgery أو العمليات السابقة التي خضع لها المريض ليش مهم أني يعرفها؟ حتى أسألوا إذا أنه حدث له Complication أو مضاعفات من العمليات السابقة بحيث أنه نتلافاها المرة هذه ونتجنب حدودها Nutritional status أو حالة التغذية لدى المريض هل المريض تغذيته سيئة جداً؟ أو هل المريض Obesity يعني جداً جداً متين؟ لأنه Obesity على فكرة لما يكون Patient Obesity ومضاعفاته تكون جداً كثيرة أو يكون خطورة العمليات عليهم المرضى اللي يكونون ذو أوذان ثقيلة تكون عالية مقارنة بالأشخاص اللي وزنهم أو Healthy Weight أو الوزنهم طبيعي أيضاً نفسهم اللي هم النحاف أو السيئين التغذية Activity and Just النشاطات اللي يقوم بها المريض متى ينام عادات النوم أو وقت الراحة Use of الكحول أو النيكوتين يعني هل البيشنت هذا مدمن على الكحول أو النيكوتين؟ وليش؟ لأنه الكحول والنيكوتين يخلي البيشنت أو يخلي استجابته للمخدر ضعيفة جداً Sochioculture need الدعم الاجتماعي وثقافة المريض ليش الدعم الاجتماعي وثقافة المريض؟ لأنه هل البيشنت هذا متقبل؟ جاء العملية؟ هل يتقبل الإرشاد؟ هل المريض هذا محاط بعائلته ومحاط بالناس اللي يحبهم؟ حتى ممكن تكون نفسيته شوية مهيئة للقيام بالإجراء الجراحي طبعاً الفيزيكال أسسمنت أو الفحص الجسدي يعتبر من الإجراءات المهمة يعني نفحص الجسد من الرأس الأصابع القدمين حتى نعرف أو نحصل على معلومات عن حالة الميضة الجسدية يعني إذا كان عنده مشاكل في الجسد عنده مشاكل في لون الجلد عنده مثلاً جروح عنده تقرحات في أبنورمال لانج ساوند أبنورمال هارت ساوند أصوات غير طبيعية في الرئاء والقلب في تورمات في انتفاخ في البطن في مثلاً مشاكل في الأوعية الدموية مشاكل في النفذ الطرفي كلها نقدر نكتشفها عن طريق الفحص الجسدي أيضاً في بعض العملية للتحاليل والأشعة اللي هيطلبها الدكتور لمعلومات أكثر عن حالة المريض يعني ممكن يطلب أشعة للصدر لو كان العملية في الرئاء ممكن يطلب أشعة إكستري للصدر أو يطلب أشعة مقطعية السيتي سكان ممكن إذا كان لنسى المشكلة في الأبدومين يطلب ألترساوند أو أشعة فوق صوتية كلها حتى نحصل على معلومات كافية لتقليل خطر الإصابة من المضاعفات بعد العملية نتكلم عن الـ بعد كده عندنا التجهيز المريض نفسيا من ضمن التشخيصات التمريضية للبيشنت اللي يخضى العملية الجراحية هو الانكزايتي الانكزايتي يعني البيشنت يكون عنده قلق نتيجة يا أما أنه ما في معلومات للعملية أو نتيجة لخوف المريض من المضاعفات اللي ممكن تصير نتيجة العملية هذه أشياء كثيرة بسبب القلق للمريض فأنا لازم أجهزه نفسيا العملية أفضل حل لتجهيز المريض نفسيا هو أني أجيب مريض خضع لنفس العملية هذه وتحسن بحيث أنه يشرح له تجربته وهذه الطريقة حلوة لكن من النادر أنها تصير عندنا لأنه من الصعب أني أجيب بيشنت أو أجيب شخص من بيت وعشان يشرح لي مريض كيف صارت معي العملية وإش صار وإش سوى فممكن نستبدلها به اللي هو الإدوكيشن أو تطقيف الصحي طبعا وأكيد عن طريق إجابة أي سؤال يسأل عنه المريض بخصوص العملية والدعم النفسي والاجتماعي للمريض في تدريبات وتعليمات أعلمها البيشنت قبل العملية حتى يطبقها بعد العملية لأنه ما في وقت خلاص بعد العملية ما في وقت إني أبدأ أشرح أعمل كذا وأعمل كذا وبعد العملية أصلا يكون المريض موجود عندي في قسم الجراحة يعني رجع لي من غرفة الإفاقة إلى عندي في قسم الجراحة فيكون أسهل لني أعلمته قبل فبالتالي يبدأ يطبق على طول مباشرة طبعا أبلغ المريض وش ممكن يتوقع بعد العملية طبعا بناء على نوع العملية أبلغ المريض أنه في حال شعر بالألم بعد العملية يبلغني مباشرة اللي هو أنا الممرضة المسؤولة عنه أعطيه تعليمات عن طريقة تخفيف الألم باستخدام طرق بديلة لأن الأنجيسيك أو المسكينات ممكن يكون خطيرة لو أنه البيشنج يسأل كله شوية في دواء مسكين الألم طبعا للبيشنج اللي يدخن ممنوع تدخين بعد العملية لمدة 24 ساعة لأنه البيشنج لسه تحت تأثير المخدر بالنسبة للتمارين والأجهزة اللي يستخدمها البيشن بعد العمليات أو يستخدمها المريض بعد العمليات مهم جدا أني أشرح له عنها لأنه لما يلتزم فيها راح يخفف لي أو بالأحرى يمنع لي حدوث مضاعفات أو complication related to surgery يعني ما راح يصير له مضاعفات إن شاء الله إذا تبع التعريمات ورامارسها بعد العمليات أول تدريب اللي هو deep breathing and coughing exercise اللي هي تمرين التنفس العميق والسعاد هذه التعريمات أو deep breathing and coughing exercise مهمة لأنها تحفظ للبيشنج تتمنع حدوث المضاعفات التي تحدث للجهاز التنفسي أو respiratory system complication وأشهر مضاعفتين تحدث لها الاتينكتسز أو التساق الحوثلات الهوائية والنومونيا والالتهاب الرئوي طبعا كلها تكون بسبب التخدير طريقة deep breathing والcuffing exercise يفضل لكم تشوفونها على اليوتيوب لأنها تكون تشوفونها أبلغ من الشرح طبعا يكون عن طريق أخذ نفس عميق عن طريق الأنف وإخراجه عن طريق الفم نفس الحكاية راح تلاقونها في اليوتيوب ثانيا الانسنتف سبايرومتري أو استخدام الجهاز هذا اللي هو الانسنتف سبايرومتري طبعا هو جهاز تحفيز التنفس يجلس المريض بوضعية الجلوس يضع الفم حول الأنبوب ويستمسك بهدوء ما بين 600 وتسامية في الجهاز طبعا الجهاز يكون مرقم راح تشوفون صورته بعد كده يمسك النفس لمدة خمس ثواني ثم يخرج الهواء يكرر هذا التمرين كل عشر دقائق طبعا جهاز الانسنتف سبايرومتري يحسن لي اللانك اكسبانشن اللي هو توسع الرئة اللانك كمبلاينس اللي هو امتداد الرئة ويحسن دخول الهواء الى الحويسلات الهوائية وبالتالي الاستفادة من الأكسل بعد كده عندنا اللي هي تمارين الرجل والقدم تمارين الرجل والقدم مهمة لانها تمنع ليحدوث الجلطات اللي تصير في الأقدام بعد العمليات خاصة ان اذا البيشن جلس مستلقي لفترة طويلة طبعا يحرك الكاحل في جميع الاتجاهات يرفع الركبة كلها راح اوريكم صور عليها طبعا الليك اند فوت اكسرسايز لا تعمل للمريض اللي عنده جراحة في البطن في الظهر او البطن اللي ممكن يضغط على مكان السيرجري وسبب لي ايش مشاكل لمكان الجراحة رابعا سبلينتينج ذا انسجن اللي هو دعم مكان الجراحة يعني مثلا البيشن يبغى يسعول يبغى يتنفس بعمق يبغى يعطس ممكن مع شدة الحركة يعمل لي مشكلة لمكان الجراحة فلازم اعلمه عن طريقة تتبيت مكان الجراحة عن طريق انه يضع مخدة اثناء السعال او التنفس العميق او الحركة للحفاظ على مكان الجراحة بالشكل هذا يضع البيشن المخدة ويبدأ يسعل على راحته او انه اه يتنفس نفس عميق اهم حاجة انه يثبت لي مكان او يثبت لي على موقع العملية حتى ما تنفك الخياطة بالنسبة التمارين القدم اللي هو زي قلت لما قلت لكم هم بالشكل هذا يكون البيشن بسيمي فاولرز بوزيشن يعني شبه جالس يبدأ يرفع القدم ويثني الركبة طبعا يكررها اكثر من مرة برضو يمد القدم يعني بكل الاتجاهات هذا تمارين القدم لكن تمارين الكاحل تكون بشكل هذا عن طريق ان البيشن يمدها القدام ويرجعها الوراء يحركها بشكل دائري كما هو موضح عندكم في الصورة اللي بكتوب عندها سي كلها التعليمات هذي انا اعلمها للبيشن قبل العمليات حتى انه يباشر على طول بعد العملية ويعملها هذا الجهاز اللي هو الانسنتف سبايرومتري اللي يساعد على توسيع الرئة وعلى زيادة اللنغ بوليوم حجم الرئة حتى انها تستنشق الأكسجين بكميات كافية بالتالي انه الأكسجين هذا نستفيد به في مختلف الاحتياجات الضرورية داخل جسم الانسان طيب برضو كيف نحرك المريض في السرير لمنع حدوث التقرحات الناتجة من طول مدة البقاعة للسرير في بعض البيشن تكون عملياتهم خطيرة لدرجة انه يحتاج السرير اسبوعين ثلاثة شهر فانا لازم احرك البيشن صايد تصايد يعني من جهة لجهة حتى امنع حدوث التقرحات عن طريق انه انا اعطي تعليمات البيشن انه يرفع قدمه ويثني الركبة بعد كذا ابدأ الفه على الجهة اللي انا ابقى فيها يا يمين يا يسر ممكن اثبت الظهر عن طريق وضع مخدات او بيلو هنا مثال على ملاحظات التمريض التي تكتب في الملف بعد تجهيز المريض قبل العملية هذا يسميها اني اسجل في النيرسينج نوت انا ايش عملت مع البيشنت بالضبط هذا مثال اللي ممرضة كتبته راح اقرار لكم المثال طبعا اليوم كان اربعة اثنين الفين واثنعش رقم البيشنت هذا عشرة ثلاثين بيشنت بيشنت ويشنت يعني هي عملت اخذت الهستوري وعملت الاكساملات وما حصلت اي ابنورماليتي بري اوبراتف تيشينج بوينت ريويو ويشنت يعني هي علمته تيشينج بوينت او التعليمات اللي بعد العملية وراجعتها معاهم تأكدت ان البايشنت راح يعملها بعد العملية يعني خلاص عرفها طبعا طبعا انكلدينج الرشنال فور ايتش ديس بوينت يعني علمته احنا ليش نعمل كده مثلا نعمل تمارين القدم حتى نمنع التجلدات نستخدم جهاز اللي هو الانسنتف سبايرومتر حتى نقوم بتوسيع الرئة وتخل الاكسوجين بكميات كافية في بعض التمريض والله العظم يرمي الجهاز ويلا كده وكده ولا يشرح البيشنت الراشنال او الفائدة البيشنت يجلس كده عايش في استفهام انا ليش طيب استخدمه لكل انا حالتي خطيرة عليكم بيصير لشي لازم نشرح البيشنت الراشنال لازم نشرح البيشنت الراشنال طبعا كل الاكسرسايز يعملها ليه الباشنت اتأكد انتستاينال بربراتيشن ميديكيشن ان بري اوبراتيو سكين بربراتيشن زي ما قلتلكم مكان الجراحة لازم نجهزه البيشنت قل لها انه قلقان عن يعني حس بقلق من العملية اه اموشنال سبورت اندري اشيورنس وير بروفايدد عطتوا اللي هو الدعم النفسي والاجتماعي نتيجة انه خايف من العملية وهذا اللي شرحت لكم في النقطة السابقة طيب نجي للبربير البيشنت كيف اجهز البيشنت يوم العمليات نفسه في عندنا هنا البري اوبراتيو تشيكليست وهذه موجودة على فكرة في كل المستشفيات البري اوبراتيو تشيكليست او القائمة هذه اللهم انه احنا نفتح كل الفايلات موجودة عندنا في منشأة صحية ونشوفها هي على فكرة تتابة بس ممكن تختلف فيها نقاط معينة من مؤسسة الى مؤسسة او منشأة صحية الى منشأة صحية لكن الـ تقريبا نفس الشيء طبعا البيشنت اللي يكون موجود بقسم الجراحة لازم يركبوله اسوارة فيها اسمه فيها رقم الملف احيانا رقم البيشنت نسميها حتى حتى ما اغلط في البيشنت او انه نعطي بيشنت دواء مو بدواء او ناخد بيشنت مو البيشنت صح ثاني حاجة السيرجيكال هل توقعت الورقة الموافقة على جراء العملية او لا طبعا مكتوب عندكم هنا في الـ اليونت نيرس الي ممرضة قسم الجراحة الـ طبعا ممرضة قسم الجراحة تشيك عليها كان يحتاج البيشنت الى استشارة مثلا من طبيب الصدرية وطبيب الجهاز التنفسي من الطبيب الباطنة من اطباء الجراحة يعملون تراجع ممرضة قسم الجراحة الـ تراجع للبحث الجسدي الـ 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 هل جهزوا البيشنت العملية او نسميه الـ اشعة للصدر عمل تحليل عمل تحليل عمل تحليل الـ 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 كلها لو عملها الـ الـ نتائج هذه التحليل او الفحوصات موجودة برضو في الفايل حتى يرجعون لها اذا احتاجوها اي سي جي اذا عمل تخطيط قال بعد كده تكتب الـ قبل ما تطلع البيشنت اللى هو الـ وبرضو اذا كان البيشنت لبس قسطرة بولية ومتى اخر مرة قام بالتبول او النقطة رقم 15 اللى هي الـ الـ اللى هو انه البيشنت اذا كان في ميل تشيل كل المجوهرات تشيل البنز تشيل الاكسسوارات الموجودة فيها ايضا الـ العدسات الاسنان اذا كانت متحركة كلها تنشار الـ طلاء الاضافر بعد كده نلبس البيشنت قاون نظيف اللى هو القاون الخاص بالعمليات او رداء العمليات ونضع كلين باث اللى هو البطانية تكون نظيفة طبعا البيشنت قبل العملية ياخذ مديكيشن طبعا الادوية ممكن تعملي استرخاء للعضلات ادوية تكون للقلق والتوتر ادوية كثيرة ياخذها قبل العمليات ان شاء الله راح اشرحها لكم بعد كده عندكم السايد ريل اوب اللى هي جوان بالسرير البوزيشن هل عضاية البيشنت تعليمات قبل ما يروح للعمليات اللى هي زي ما قلت لكم الدروس اللى قبل شوية اللي قبل شوية اللي قبل شوية اللي هي تمارين الترفس والسعال الانسنتف سفايرومتري كيف يستخدموا كلها تعتبر من الـ هل عضاية البيشنت اعمل اتشيك nothing pair orally شوية الاختصار الـ NPO يعني البيشنت صائم من متى متى صائم من ستة الى تسعة الصباح او زي كده blood transfusion request في بعض البيشنت يطلبون لهم نقل دم قبل ما يروح للعمليات بحيث انه لو صالوا مضاعفات اثناء وجودوا في العملية الحمدلله تكون الاكياس تبع هذا البيشنت تجهزت وموجودة في قسم بنك الدم مجرد ما انه يحتاجوها يطلبوها على طول وتوصلهم او احيانا جيبوها في الوحدة لحد ما يحتاجوها الـ Unit Surgeon